السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا الشباب. نتمنى تكونوا باخر وعلى اخر. اه ان شاء الله في هذا الفيديو الحال نصرفه. الطرس له اه جد مهم. هلا كيفاش نعرفه الكود الويفي دينا. ممكن شي واحد مثلا نختر شي كود ديل شي ويفينا عن شي شي جعب ما ومسلا شي قهوة ولا شي صاحب ما ولا شي حاجات. وندخلوا الكود الويفي والتي دخلوا لنا هو مسلا وغل نحن نعرفه هذك الكود اشنا هو لان هذك المرباص اشنا هو لما مسلا لوغل نحن تحمل وماشي ماشي صاحب ما اخر ولا شي حاجة ولا غير الويفي دينا دي الدار ولا شي حاجة. كيفاش غادي نعرفه. طريقة اللي غادي نعرفه بها كود الويفي. دينا. نبدأوا على باربتي الله. اولا اللي ما نساعدش فلاشين دينا نكن سمنا ينشارك فهنا دينا برسل وصلا ان شاء الله كل ما هو جديد ومفيد. بسم الله على باربتي الله سيتينج نتوارك انترنت نساعدش فهناتets وليس باربتي الله سوار باربتي الله برسل نساعدش فهنا باتي الأمام باتي ع هذي ستزال باربتي الله باتي ماشي باتي الأمام باتي الويفي أولا تنجي كنت تختاروها هذه change adapter option تنجي وهناها كليك يوحك تنجي رغض study أولا من كمدير القادية لسي نشغل مثلاً Propriety الشيء نقطع نولا الطريقة الصحيحة هي هذه تدير تدير Propriety أولا تدير أتعطرب نفيك النقل تدير Propriety Security Propriety هذا هو المقطع من واحدة المئة في المحدة نتمنى أتعجبكم الطريقة الشرح هو مبسط الصد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد نسوا استبارتاجوا الفيديو مع المصدر كيف أجد؟ أجد من أجد كيف أتعطل؟ أجد من أجد أن تقوم بخير